مرحباً مرحباً اللي حقق فيه جوائز هامة جداً فذكر مرة أخرى الفيلم مغربي اسمته آدم مخرجة دياله مريم توزاني بارك الله رغاديم زيان في ميرجان القونا نذكرنا مريم توزاني ممثلة مخرجة وهي زوجة المخرجة نبيل عيوش قامت بالبطولة الفيلم دياله الأخيرة غازية وخادت غمار الإخراج من خلال هذا الفيلم السينمائي المطول أو الفيلم السينمائي الطاول ومتراج كيف ما كيقولوا بلغة السينما بطولة نيسر الرادي نيسر الرادي ممثلة مغربية أعتقد لأنه مقيمة في فرنسا وبالفعل أنه أصدأ على الفيلم أنه فيلم مزيون بزف فانت أنه يخرج القاعة السينمائية وفيلم فيه واحد نعمل جرأة على حسب المتتبعين وشنقرين على الفيلم شوفنا زوجتنا بالعيوش بينه نفس المدرسة يكون واحد الجرأة في المواضيع المطروحة في الفيلم سيكون مؤترة بالزوج ديالها صحيح نعم بالفعل ونتمنح موفق لأعمال السينمائية المغربية لكي تحقق النتائج المرجور من خلال مشاركة ديالها في مختلف المهرجانات العربية والعالمية هذا بالنسبة على مريم التوزاني وفيلم آدم صوتك مضاد للإكتئاب صوتك مضاد للإكتئاب من تكون؟ هذا ما قالته أصالة عن صوت أسماء المنور في مواقع التواصل الشماعي في التويتر بالضبط كتبت أصالة صوت أسماء المنور بالنسبة إلي مضاد للإكتئاب وروحها شبه صوتها هذا ما عبرت عنه أصالة لألا منور وما يختلفوش جوج على القيمة الصوتية كما الشخصية اللي أريد أن نقوله فنانة رائعة اسمها أسماء المنور وكتغني صحيح وكتغني ولاخر جمشي تصاريح آخر مرة تصريحة ديالة ممتازة جدا تلقى غير تهني تهني لا أجبتها شيء أغنية تهني هذا هو عني كي وش عاجل لي ما كتعجباشي كتقولها بطريقة اللابيقة باش دوصل بعض الناس بأننا نحن نغني ولا نفعل شيء آخر نغني والناس معجباتينا كيتسنون شنو نجيبوه من منتوجات فنية ماشي شنو ممكن يكون عنا من سيارات وشنو ممكن يكون عنا من مجوهرات وشنو ممكن يكون عنا من الرحلات وشنو ممكن يكون عنا من أمور أخرى هذا وشي جا ولي جميل في صوت أسماء النور أنه كتجمال إحساس بقوة الصوت بجوجهم عندها في صوت ديالها بطبارك الله على براف وعلا ما هو طرابي ممتز جدا وحتى في ما هو عصري خفيف كانت متفوقة في مجموعة من الألبومات التي خرجتها عبر المسار باختصار هذه أسماء النورة أكيد منورة نعم والله ينور على الجميع يا رب يعني في أي مجال نيتو زينو ضاميرو يعني ضاميرو نقي عمين يا رب يا رب كنا مؤخرا تكلمنا للفيديو اللي فيه 14 تانية ديال عبد الرزاق حمد الله أنه سيوفرقع أنه سيوفرقع الرمان هو وقت الرمان الرمان روادع وادع ما قماش فينش الرمان واناكي باقى ما تفرقعت وكنضن نذكره بالفيلم أنا وحمد الله فاش بينصغ إلا كيتي المنتخب فلاكو بدافر كلفات صحيح ما قال والو مؤخرا دار فيديو فيه من بعد الطنس ديال بالهن دا دقائلي أعلن أنه من خلال داك الفيديو فيه 17 تانية قال رمزال غادي نديروح الفيديو طويل غادي نحكي فيه القصة كاملة علاش غادرت المنتخب فلاكو بدافخيك فنقول المغربة طبعا قد يطولت ولكن نقول المغربة بلا ما تقود تسنع حيث ما يفرقع شرمان بحكم أنه طلق الدعوة من بين اللائحة الأولية القائمة الأولية لفكتر من 51 يعني استعدادا للمبارتين الوديتين اللي غن لعبهم في أكتوبر فالبوسني الفرنسي واحد خلالي يوديت من بين هذه الأسماء وقال أن أنا محتاج يلو أنه يكون معنا الدعوة كانت موجهة العبد الرزاق حمد الله أتحمل اللعب غريبا غير نودي بغي فرقع رمانا باشي عيتوليك بوادي فرقع رمانا عيتوليك بوادي رسول حواده والمطلوب بوادي رسول وشنو كان الغرض أحمد الله قطونا فيوش كان بغي فغي ما يفرقع رمانا ولكن ولك يقول لهم ها أنا غنفرقع عاي طولي لا هو كون بغي فرقعك أنا غير خرج بالزربة ديك نيشاء ولكن فاش دار لك ربعت أشتر تانية بحلا سيد لعب مع الجامعة ومع المدري بقاش قاش قاش عمان رح ندوي إذا مع عاي طولي ولا ندوي إيك صحيح وقدر تكون بحلا كدعمة طبعا طبعا قدر تكون صحيح طبعا صحيح ربا عمل واحد سوسبنس إياك إبلا هندا طبعا احنا يميك نعليك شي حشب حال أيضا طبعا نضربنا الدكات قدرنا تصيرات كلينا سري دي نت إياك إبلا هندا نتوحي من الأسباب ديالي لي مشيت من المنتخب آه قالوا على أنه تعامل معهم بشكل سيء في المعسكر تدريبي قبل من كأس إفريقيا شي قد قول الكواليس صحيح أم غير صحيح أهلو ما كادر بشعابيها كان هاتشي أكدونا حمد الله حمد الله مشا حمد صورات دياله عملك إياك ننسينا بالحمدة بالحمدة نسينا بالحمدة هي قضية بالحمدة في الحقيقة قضية بالحمدة مشا بحالوح تخرج أنك مقاتل أمية الفيديو ترقبوني غنقول شنو كامل وكأنه في نفس الوقت عاود حمد الله كيقول ذك وما نقول شي وباللاتين انهم نشوفوا شنو غادي عملوا طبعا تلقى مجموعة من الاتصالات لأنه المنتخب الوطني يمكن من المشاكل الأساسي ورئيسي على متساوى ما هو تقني خلي ما هو متساوى ما هو تقني ولكن يا محمد نظر على ما هو تقني أكيد أنه عنا مشكل في راس حربة طبعا وما كين شي شي حاديث على راس حربة مغربي دابة متفوق تلو كان يدعى في دوري سعودي اسمه حمد الله محتاج له المنتخب الوطني غير هذا الشي اللي قلت يا إيشام صحيح طبعا حمد الله محتاج يلو كراس حربة بحكم أنه ما كيش البديل ولكن بما أنك لقيت الدعوة ولكن أنت تقبل الدعوة وأنك ستكون في صفوف المنتخب الوطني فمن بعد وقعت لك شي حاجة ومن بعد المباريات أخا بلا ما تدوي طيس حافظ مسؤولي ذي وبلما تخرج وبلما تقصط على المتتبعين ديالك أنا ستدوي أنا ستكوت كذا حكم أنا علاش حنا متبعين ما كيهمناش حمد الله كلاعب ما كيهمناش شنو غيقول ولكن كيهمنا نعرفه أش واقع في منتخبنا عند المنتخب ديالنا كاملين رميم كانش أي شام عندك أحد أوليد كتقوله أصافي أنا كان نخلص علي فلوس المدراسة وكان نوكله وكان شربه وكان نشري له حويج ما نعرفش تحاجة علي عشنو كيدير كتبغيت أعرف دب هذيك سير وآجي وهذيك الهضرة وغنقول ونقول بما أنك مدويتش وما فارقاتش ترمنا فدبا ركز على المنتخب الوطني ركز على الكورة ومستقبلاً مدويش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة